موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم والبداية بالعناوين نائب رئيس الجمهورية يناقش مع وزير الخارقية ترتيبات خاصة بمشاورات جنيف موسيقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يلتقي وفد الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية والأمن والسلام موسيقى طيران التحالف يستهدف الحثيين بمحافظة حجة وتعز والجيش الوطني يحرر مواقع بمديرية حيفان جنوب محافظة تعز موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه وزير الخارقية رئيس وفد بلادنا في مشاورات جنيف خالد اليماني ناقش ترتيبات مشاورات السلام المزمع عن عقادها في السادس من الشهر الجاري بمدينة جنيف السويسرية وأكد نائب الرئيس بأن شرية تدخل هذه الجولة للمرة الرابعة وبنوايا صادقة تضع في المغام الأول مصلحة أبناء الشعب اليمني ومصالح البلاد العليا على كل الاعتبارات منوها إلى موقف الشرعية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية تجاه السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث بما يؤدي لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وحرص الشرعية المستمرة على إنهاء معاناة اليمنيين التي تسبب بها انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يضع الانقلابيون في حسبانهم مصلحة البلاد وعضاء المواطن اليمن الذي تجرع المرارات في ضل سيطرتهم الميليشاوية وأن يتراجعوا عن طيشهم ومغامراتهم بالاستيلاء على الدولة وتهديد الأمن القومي والعالمي لما من ذلك من عواغب كارثية ستطال كل اليمنيين داعياً أبناء الشعب اليمني إلى التلاحم والصبر والتوحد في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ شعبنا اليمني ومن جانبه أشار وزير الخارجية للتجهيزات الخاصة بالوفد الحكومي لمشارك في المشاورات والمسؤولية الكبيرة التي تغوى على عاتقه في هذه الجولة التي يأمل الجميع من خلالها أن تسهموا بالحد من تفاقم الوضع الإنساني مشيراً إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للوفد بالحرص على الخروج بنتائج إيجابية تخدم مصلحة أبناء شعبنا اليمني وأهداف استعادة دولته اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريغ الركن علي محسن صالح خلال اتصال نهاد فيهم بغاية دول عرب العميد عبد الكريم السدعي لاطلع على سير العمليات العسكرية في الملاحظ ومران وما يحققه أبطال الجيش من انتصارات كبيرة واستمع نائب الرئيس إلى مستجدات الأوضاع الميدانية وما يسطره الأبطال من ملاحم خالدة مع أشقائنا في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتكبيدهم للميشيا خسائر فادحة مثمناً بطولات الواء العروبة في عملية قطع رأس الأفعى وما يقدمونه من تضحيات كبيرة في سبيل استعادة الدولة اليمنية وأكد نائب الرئيس عزم الغيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب ومنصور هادي القادل أعلى القوات المسلحة على الاستمرار في التقدم حتى استكمال تحرير كل شبر في الوطن وبسط سلطة الدولة والاتجاه لبناء اليمن لاتحاد الجديد المكون من ستة أقاليم وأشار نائب الرئيس إلى أن الشرية تخوض حرباً دفاعية لاستعادة الدولة التي سططت عليها مليشيا الإنقلاب المدعومة من إيران وأنها وهي تخوض حربها الدفاعية لاستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب لتؤكد أن السلام القائم على المرجعيات الثلاثة الذي يكفل استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب وضمان عدم تكرار دولات العنف هو الخيار الأول لها ومن جانبه عبر قائد لواء العروبة عن تقديره لاهتمامي ومتابعتنا بنائب الرئيس الجمهورية منوها إلى ما يتحلى به أبطال اللواء من معنويات وجاهزية قتالية عالية وما يحرزونه من تقدم يومي في سبيل دحر المليشيا المدعومة من إيران التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري في العاصمة المؤقتة عدن التقى وفدا من الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والأمن والسلامة وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الداخلية الوارد ركن علي ناصر لخشى رحب نائب رئيس الوزراء بوفد الأمم المتحدة والمكون من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أندريا ريكيا ومدير المكتب لشؤون الأمن والسلامة فيكتور كوبيان مشيدا بالجهود الإنسانية التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة للتنسيق في الشؤون الإنسانية والأمن والسلامة في تقديم أوجه الدعم الأممي والذي يتبنى الجوانب الإنسانية ويسهم في رفع المعاناة عن المتضررين من قحيم الحرب وفي مقدمتهم النازحين الذين شردتهم الحرب التي أشعلتها ميليشيا المتمردين الحوثيين الانقلابية والتي لا تحترم القوانين الدولية الخاصة بمؤثق النزاعات المسلحة وأشار الميسر إلى أن الميليشيا الحوثية مارست مختلف الانتهاك ضد المدنيين بالإضافة إلى عمليات الحصار واستخدام الأبرياء دروعا بشريا ناهيك عن تعريضهم للتقويع والاعتقالات وجعلهم وقودا لمحرقة الحرب وتجميد الأطفال قصرا والدفع بهم إلى ساحات المعارك وتطرق مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والأمن والسلامة إلى الأنشطة الحالية والأنشطة المستقبلية للسنة القادمة ومنغشة افتتاح مكتب مناسب للأمم المتحدة بالعاصمة المؤقتة عدن مستعرضين ما يعانيه اللاجئين في مخيم خرز وحاجة الوفد لتعزيز حماية مكتبه الحالي في العاصمة المؤقتة عدن وذلك بالتنسيق مع الشرطة العسكرية وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن الغيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبد الرب ومنصور هادي رئيس الجمهورية القادل أعلى للقوات المسلحة والحكومة الشرعية ووزارة الداخلية يونون اهتماما كبيرا بمكاتب الأمم المتحدة مجددا الحرص على ضرورة وجود مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن وقال الميسري رغم كل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد سنعمل كل ما يلزم لتأمين وحماية أفراد مكتب الأمم المتحدة بعدن وسنعمل على تدليل الصعوبات التي تواجه أفراده لما يقومون به من أعمال إنسانية ورفع المعاناة عن نازحين واللاقيين الذين شردتهم حرب ميليشيا الحوثي وعبد الوزير الميسر استعداد الحكومة بتقديم كل ما يلزم لتسهيل عمل مكاتب الأمم المتحدة بالعاصمة المؤقتة عدن وطمان توفير الحماية لهم مؤكدا أن كل ما قدمته الأمم المتحدة في محل اهتمامي وتقديم اليمنيين حكومة وشعبا حضر اللقاء مساعدة مدير مكتب الأمم المتحدة الأمن والسلامة واضح عبو بكر وأكرم الشعبي أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري أن قيادة وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة في سعيها الدؤوب بتطبيع الأوضاع الأمنية واستطباب الأمن والاستغرار وتفعيل أجهزة الأمن والعمل على عادة تأهيل المباني والمنشآت الأمنية التي دمرتها حرب الميليشيا الحوثية وتأهيل كوادرها وطاقاتها لتكون قادرة على الغيام بمهامها الوطنية في حماية الأمن والدفاع عن مقدرات الوطن بما يصب في مصلحة المواطنين في المناطق المحررة وأشهد الوزير الميسري خلال لغائه محافظ لحجل وأحمد عبدالله تركي ومدير أمن المحافظة العميد صالح السيد أشهد بحضور نائب وزير الداخلية لوار ركن علي ناصر لخشا أشهد بالنجاحات التي تحققت في محافظة لحج في عدد من الجوانب والمجالات المتعلقة بالأمن والاستقرار وتحسين الخدمات والسعي الدعوب نحو معالجة الأوضاع والمشكلات التي أفلزتها النتائج الناجمة عن كوارث الحرب والتي شهدتها البلد في مطلع العام 2015 والفترات التي سبقتها بسيطرة عناصر الإرهاب والعنف على عاصمة المحافظة والمناطق المحاذية لها التي كانت تشكل تهديدا مباشرا لأمن العاصمة المؤقتة عدن ولغيرها من المناطق المحررة الأخرى واستمع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية من محافظ محافظة لاحج ومدير أمنها إلى الجهود المبذولة وعودة الأمن والاستقرار والتغلب على الصعوبات وحل المعضلات التي ترتبط بحياة المواطنين وفق الإمكانيات المتاحة أمامها وتطرق محافظ محافظة لاحج إلى معاناة الكهرباء وأثارها السلبية التي انعكست على مستوى حياة المواطنين مستعرضا عددا من الحلول الكفيلة بمعالجتها ووضع حد للانقطاعات الكهربائية المتكررة واضعا أمامه صورة موجزة عن خطة قيادة السلطة المحلية وإدارة الأمن الغضاء على ظاهرة إطلاق الرصاص عشوائيا في الأعراس وغيرها من المناسبات والتي تسببت في إزهاق أرواح كثير من الأبرياء وكذا إلى الخطط المعدة لتأمين مداخل ومخارج المحافظة وشدد وزير الداخلية على ضرورة مضاعفة الجهود مؤكدا أن الحكومة وزارة الداخلية ستعمل كل ما بوسعها في تقديم كافة أوجه الدعم من أجل النهوض بجوانب الخدمات والتنمية والأمن والاستغرار في محافظة لاحج والتي قدم أبناؤها تضحية انجسام دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري على أهمية سير عمل ميناء عدن بشكل طبيعي وسلس لما لذلك من أهمية اقتصادية تسهم في رفض الاقتصاد الوطني وتشجيع الحركة التجارية ونغل البضاع الواردة والصادرة من وإلى الميناء في عدن وأكدا أن ضمان استمرار العمل في ميناء عدن دون عراغيل أو إعاقات ضرورة ملحة ولا بد من التغلب على كافة الصعوبات والمشاكل والتي رافقت سير العمل خلال الأيام القليلة الماضية وأشار الميسري خلال لغائه عددا من قيادات هيئة النغل البرية ومؤسسة موانئ خلق عدن والمنطقة الحرة ونقابات النغل والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها وعدد من التجار والغرفة التجارية ومكاتب نغل البضاع في العاصمة الموقتة عدن إلى أن حل المشكلات التي تواجه سير العمل في ميناء عدن تقاوى على عاتق جميع الجهات ذات العلاقة ومن خلال تعاون الحكومة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقائمين على ميناء عدن والغرفة التجارية والمنطقة الحرة والنغل البرية ونقابات النغل الثغيل والعمال والمواصلات لما يمثله الميناء من واجهة استراتيجية هامة تنهض بالاقتصاد وتسهل حركة التجارة والسلع والبضاع في الأسواق المحلية وناقش اللغاء المعوقات والعراغيل التي رافقت سير عمل الميناء مؤخرا وسبل معالقتها لمواصلة عمل الميناء والنفوض به خدمة للمصلحة الوطنية العامة وعددا من الغضايا الهمة والملحة المتعلقة في سير عمل ميناء عدن وإيجاد حلول ناجعة لها وتم خلال الغاء الزيادة المستحدثة والتي فرضتها نقابة النغل الثغيل مؤخرا وتم الاتفاق على اعتماد زيادة بنسبة 13% لعجور النغل المعمول به ما قبل نهاية شهر أغسطس من العام الحالي وذلك لمواجهة تحديات الظروف المعيشية الصعبة على أن يتم استمرار العمل بهذه التسعير الجديدة حتى نهاية العام الحالي كما تم الاتفاق على إعادة تقييم الأسعار عبر لجنة يتم تشكيلها من مختلف الجهات ذات الاقتصاص وعلى أن تتولى اللجنة ذاتها مهام إقرار أي زيادات مستقبلية ووجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتشكيل لجنة تشمل الجهات المعنية ذات العلاقة وتقوم بإعداد تصور شامل لتحرير النغل وكسر الاحتكار والسماح بفتح مكاتب بمكاتب منافسة وفق الإنظمة والقوانين النافذة بهذا الشان على أن ترفع اللجنة نتائج تصورها لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعبر الحاضرون عن تقديرهم لجهود نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية التي أسهمت في وضع الحلول والمعالجات الصعبة والتي اتفقت عليها جميع الجهات لما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين حضر اللقاء مستشار وزير النغل صالح الوالي والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليق عدن محمد علوي مزربة ورئيس المنطقة الحرة عدن حسن حيد ومدير فرع هيئة النغل البري محمد غازي ومدير أمن المنطقة الحرة العميد عبد السلام العمري ورئيس الغرفة التجارية بعدن أبو بكر بعبيد ورئيس نقابة النغل الثغيل أبو بكر الكردي وأمين عام نقابة النغل الثغيل عصام عبد الحبيب أكد وزير الأوغاف والإرشادة الغاضية دكتور أحمد عطية إن وزارة الصحة السعودية تولي مرضى الحجاج في مستشفيات مكة المكرمة رعاية صحية خاصة وتوليه مهتماما كبيرا من قضع النظير ذلك خلال زيارته لمرضى الحجاج في مكة المكرمة إلى التفاصيل اكتمل مقادرة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته ولم يتبقى إلا منهم تحت الرعاية الطبية حيث كانت وزارة الأوقاف والإرشاد وبعثة الحج تتابع وضعهم الصحية منذ دخولهم مستشفيات مكة المكرمة واستكمالا لذلك الاهتمام والمتابعة المستمرة فقد قام وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية بزيارة انتفقدية للمرضى من الحجاج اليمنين في مستشفيات مكة المكرمة واطلع الوزير على أحوال المرضى والطبيعة الرعاية الطبية المقدمة لهم في مستشفيات النور والملك فيصل بعد خضوعهم لعملات جراحية وتحويلهم إلى قرف العنات المركزة لاستكمال العلاج وخلال الزيارة أشهد الوزير بالخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمرضى والرعاية الصحية للحجاج معتبرا أن هذه المواقف الإنسانية تؤكد مدى الاهتمام الذي توله المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمة أنه مشيرا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة أوضاع المرضى من الحجاج وتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات أولا نحن نقدم شكر كبير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا وأخص بذلك وزارة الصحة على الجهود التي لمسناها في الاهتمام بحجاج اليمن وحجاج المسلمين جميعا واليوم نحن وزرنا اثنين مستشفيات مستشفى النور ومستشفى الملك فيصل واطلعنا على بعض الحالات المرضية من حجاج اليمن رجال ونساء والحمد لله وضعهم مستقرة وإن شاء الله يتماثلوا للشفاء العاجل ويخرجون ويعودوا إلى أرض الوطن وتأتي هذه الزيارة تتويجا لخروج ما يقرب من اثنين وعشرين ألف حاج يمني إلى هذه اللحظة غادروا أرض المملكة إلى الجمهورية اليمنية ووجدنا في هذه المستشفى العناية منقطعة النظير لحجاج اليمن ولحجاج المسلمين وهذا رصيد يحسب للمملكة العربية السعودية التي تولي أمر الحاج عناية خاصة نسأل الله الشفاء العاجل لمرضانا ولجميع مرضى المسلمين بالنسبة للحالات المرضية المرقدة الآن في المستشفيات السعودية كان عددها ما يقارب أربعين حالة ولله الحمد في معظم المستشفيات في مكة والمدينة وقدة والطائف وأيضا الشرورة من بداية الموسم وتم بحمد الله خروق أكثر من ثلاثين حالة بعد علاق يوم منهم من أقريت له عمليات في القلب ومنهم من أقريت عمليات قراحية مختلفة والبعض علاقات متحفظة والآن تبقى معنا عشر حالات منها ثلاث حالات جرناها البارحة في قدة وحالة في المدينة النورة وخمس حالات أو ست حالات هنا في مكة منها في مستشفى النور ومستشفى الملك فيصل كما طاف معاني وزير الأوقاف والإرشاد إلى قسم العنية المركزة وأقسام الرقود والتي يتواجد فيها حجاج يمنيون تحت الملاحظة والرعاية واستمع الوزير من الأطباء عن حالتهم الصحية هذا الاهتمام الكبير من قبل قيدة وزارة الأوقاف والإرشاد بالمرضى يؤكد مدى حرص الوزارة على سلامة كل الحجاج حتى وصولهم إلى أهلهم سالمين ياسر هادي قناة عدن الفضائية مكة المكرمة ترأس وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس اللقاء السنوي الأول لليوم الثاني الذي يضم مدراء مكاتب التربية ومدراء دارة مدارس مدريات عدن في إطار الاستعداد التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد إلى التفاصيل لليوم الثاني على التوالي يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس اللقاء السنوي الأول الذي انطلقت فعاليته يوم أمس وتضم مدراء مكاتب التربية والتعليم في عموم مديريات العاصمة الموقعة عدن اللقاء اليوم ضم مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة والبريقة ومعهم مدراء مدارس التعليم الأساسي والثانوي في المديريات اليوم هو اليوم الثاني من اللقاء السنوي الأول لمدراء المدارس في محافظة عدن بالأمس التمعنا مع مدراء المدارس في أخور مكسر والشيخ والمعنى والتواي اليوم مع مدراء المدارس في الشيخ والدار سعد والمنصورة والبريقة نعمل على أن يكون هذه اللقاءات سنوية نعمل على أن يكون هذه اللقاءات مؤتمر سنوي لجميع المدراء المدارس والجارات التربوية هذا اليوم نعقشنا كثير من القضايا منها التحذير والإعداد للعام الدراسي الجديد وأيضاً أبلاغهم بإعلان نتيجة الثانوية العامة بالأمس نحن أعلننا أنه 10 سبتمبر سيتم الإعلان عن الثانوية العامة لكن إذا استمرت الفوضى وقتح الطرق والشغب في عزن لا نستطيع إعلان النتيجة في 10 سبتمبر بسبب أن العاملين في الكنترول لا يصلون إلى الموقع مناقشات وحوارات أثرت اللقاء استعداداً للعام الدراسي الجديد استعرضت فيه كل الاحتياجات والمتطلبات التي تواجه سير العملية التعليمية لهذا العام وقدر المستطاع بفروع المعلمين من خلال وجود النازحين داخل المناطق المحررة طبعاً هذول يباشروا في مدارسنا الشيء الآخر وعد أنه بتقييز المدارس بالمختبرات والوسائل التعليمية ونحن عندنا أمل طبعاً بفقامة وزير التربية لقاءات ونقاشات تعكف عليها قيادة وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الموقعة عدن ممثلة بالدكتور عبد الله لملس لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل أوضاع استثنائية تشهدها العاصمة الموقعة عدن تهدف من خلالها هذه اللقاءات إلى تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب وقد تجاوزت كل ما من شأنه عرقلة العملية التعليمية لقناة عدن الفضائية وضاح شليلي عدن التقى سفير بلادنا لدى أندونسيا دكتور عبدالغاني الشاميري القائم بأعمال السفر الأندونسية لدى بلادنا دكتور سلطان شهرل صبار الدين جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشنقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات والاستعدادات لعقد المنتدى البرلماني الدولي الثاني في جزيرة بالي والتحضيرات لعقد اجتماع رجال الأعمال لدول الشرق الأوسط بمشاركة بلادنا ومؤتمر الأعمال الأندونسي في أكتوبر المقبل وكذا التعاون في المجال الثقافي والتعليمي وسبل تسهيل منح التاشيرات للمواطنين ورجال الأعمال اليمنيين وتطرغ السفير الشميري إلى التطورات السياسية في بلادنا موضحا مماطلة الانقلابيين الحوثيين وتهربهم من استحقاقات السلام المرتكزة على قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رغم 22-16 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطن الشامل وثمن بوقف الحكومة الاندونسية لمساند الحكومة الشرعية وقدد الغائم بالأعمال الاندونسي موقف حكومة بلاده لدعم الشرعية في بلادنا وشهد بمشاركة بلادنا في دورة الألعاب الاسيوية التي ازتضافتها اندونسيا أكد المتحدث الرسمي باسم الغوات المشتركة للتحالف العقيدة الركن تركي المالكي أن قيادة الغوات المشتركة للتحالف ترفض ما ورد في التغرير الذي صدر من الخبراء المعنيين في اليمن لاحتوائه على كثير من المغالطات وكذلك المعلومات الغير صحيحة وقال العقيد تركي المالكي في المؤتمر الصحفي الخاص بالغوات المشتركة للتحالف الذي عقد في مقر نادي ضباط الغوات المسلحة بالرياض أن قيادة الغوات المشتركة أصدرت بيانا في هذا الجانب وسوف تكون هناك مراجعة قانونية من خلال الإدارة القانونية في التحالف وسيتم الرد من خلال القنوات الرسمية أضاف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أعلن النتائج الخاصة بالدعاء حادثة صعدة وأن غيادة القوات المشتركة للتعالف تعبر عن أسفها وتعاطفها وتقدم التعازي لأهل الضحايا في هذا الحادث متمنية لشفاء العجل للمصابين وأشار إلى أن غيادة القوات تقبل بالتحقيقات التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث التي نصت على مشروعية الهدف العسكري المشروع بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم العمل بها إما في جانب الانتهاكات الحوثية بين الميّن المالكي أن الميليشيا الحوثية التابعة لإيران تستخدم مدرسة بمحافظة تعز في نغل بعض العربات التي تحمل الأسلحة إلى داخل المدرسة لتفادي الاستهداف من قوات التحالف مبينا أن القيادة الأمريكية الوسطى أعلنت عن إيقاف إحدى الشحنات غير المشروعة في خليج عدن وصادرت أكثر من ألف قطعة من الأسلحة الخفيفة حيث تحاول الميليشيا الحوثية تهريبها إلى الداخل اليمني وعن جانب العمليات العسكرية فاد تركي المالكي أن عدد الصواريخ الباليسية التي أطلقتها الميليشيا الحوثية التابعة لإيران باتجاه المملكة خلال الفترة من السابع عشر من أغسطس حتى الثالث من سبتمبر الحالي بلغت ثلاثة صواريخ وألفت الانتباه إلى أن الجيش الوطني بدعم التحالف واصل التقدم على المحاور كافة يقوم بعمليات التطهير في صعدة وتطيق الخناق عليها كما قام بتحرير مدرية فرع وإعادة السكان إليها مفيدا أن الجيش سيطر على الطريق الدولي ما بين المزرب وحرض وقطع اليمداد الحوثي ما بين محافظته حجة وصعدة على الطريق الدولي كما سيطر في الفترة الماضية على أهم الهيئات التنظيمية الحاكمة كسلسلة جبال أبنار الاستراتيجية تأمين المدوريات الرئيسية لعدد من المحافظات استهدفت طائرات التحالف العربي اجتماعا سرية لقيادات الميليشية في مدرية مستبى بمحافظة حق شمال غرب البلاد وذلك بالتزامن مع تقدم جديد لقوات الشرعية وتحرير مناطق جديدة في مدرية حرض الحدودية واستهدفت طائرات التحالف العربي بغارة قوية اجتماعا لقيادات الحوثيين في مدرية مستبى قالت مصادر ميدانية ان عددا من القيادات لقيت مصرعها في الغارة كما لقي اربعة من عناصر ميليشية الحوثي الانقلابية مصرعهم واصيب احدى عشر اخرين بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات ميليشية الحوثي الانقلابية في مدرية حيفان بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد وقالت مصادر ميدانية هنا غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وآليات لميليشيا الحوثي الإنقلابية في العبوس بحيفان وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر الميليشيا وصابت إحدى عشر آخرين وتدمير مضاد للطيران أفاد مصدر عسكري بمقتل عدد من القيادات الحوثية وخبراء إيرانيين ومن ميليشيا حزب الله خلال المعارك في اليومين الماضيين بمواجهة مع الجيش الوطني في جبهة مران جنوب غرب محافظة صعدة وتشهد مران معارك ضارية منذ نحو اسبوع من قملية قطع رأس الأفعال التي أطلقتها قوات الجيش الوطني إلى ذلك قالت مصادر مطلعة بأن زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي استدعى بشكل عاجل عددا من قياداته إلى مران جميعهم من قيادات الصف الأول الحوثيين لإدارة عناصرهم ودفاع عن المنطقة وقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في جبهة مران خلال الأيام المنصرمة وقال قائد عسكري أن هجوما شنه الجيش الوطني على مواقع الميليشيا الحوثية تكبدت فيه خسائر باهظة في الأرواح والعتاد مشيرا إلى أن قوات الجيش تعحدت بالحصم العسكري في مران في القريب العاجل وكانت مصادر عسكرية قالت أن قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات التحالف توغلت في عمق محافظة صحدة وفرضت حصارا على الميليشيا في مران ذلك استعدادا لاغتحامها وضحت المصادر أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات اندفعت بها ميليشيا الحوثي من مديرية سفيان التابعة لمحافظة عمران إلى مثلث مران في محاولة نياسة الاستعدة بمواقع كانت قد خسرتها إلا أن القصف أحبط تلك المحاولة وكبدها خسائر فادحة حررت قوات الجيش الوطني جبل ذيبان وعدد من المواقع في مدرية حيفان جنوب تعز بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية وأشارت مصادر ميدانية أن الجيش الوطني كبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات معكدا أن مقاتلات التحالف العربي شنت سبع غارات جوية استهدفت فيها مواقع وآليات للميليشيا الانقلابية تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة في جبهة الكدحة بمدرية المعافر جنوب غرب محافظة تعز وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني واصلت التقدم نحو سوق الكدحة وحررت نغيل الكورة الاستراتيجي القريب من سوق الكدحة بمدرية المعافر بتعز وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحة في صف الميليشيا الانقلابية أضافت لتدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا الانقلابية أغلقت ميليشيا الحوثي الانقلابية أكبر مصانع المياه المعدنية في العاصمة صنعاء وقالت مصادر محلية أن الحوثيين أغلقوا مصانع شملان وحد أو صنعاء للبيئة المعدنية لعدم دفعه متوات مالية للحوثيين تحت مسمى المجهود الحربي وأضافت المصادر أن الميليشيا أغلقت المصانع وأخرجت عشرات العمال فيها مبرتا ذلك أنها بسبب ما وصفوها بالمغالاة ورفع الأسعار في قيمة المياه المعدنية غير المبررها الجدير بالذكر أن الميليشيا الحوثية سبق وأن أغلقت العديد من المصانع في عدد من المحافظات التي تقع تحت سيطرتها وذلك بدرائع وحجج مختلفة كان أخرها أغلق مصنع يماني أكبر مصانع محافظة الحديدة تفقد الأخوان محافظة لاحق وقائد الشرطة العسكرية فرع الشرطة العسكرية بمحافظة لاحق نتابع التفاصيل تفقد الأخوان اللواء الركن أحمد عبدالله تركي محافظة محافظة لحق قائد اللواء 17 مشاه واللواء الركن ناصر النوبة قائد الشرطة العسكرية اليوم تفقدا فرع الشرطة العسكرية بمحافظة لحق وفي كريمة له أمام الضباط والقنود في معسكر الشرطة العسكرية ثمن الأخ محافظة محافظة لحق القهود الكبيرة التي يقوم بها أفراد الشرطة العسكرية جنبا إلى جنب أخوانهم في مختلف الوحدات العسكرية لخدمة الوطن وتعمينه أولا أرحب الأخ اللواء الرقل النوبة الشخصية الوطنية المعروفة وبأسبكم ومن هذا الميدان أنقل تحياتكم وتحياتنا لفخامة الرئيس المشير عبد الربو منصور هادي حفظه الله ورعاه أنتم رجال الشرطة العسكرية القهة الانضباطية الذي عليها تسأس القوات المسلحة الذي بها يحدث الانضباط واقعة الجيش هي الشرطة العسكرية واقعة الانضباط في القوات المسلحة بشكل عام هي الشرطة العسكرية الشرطة العسكرية هي الرديف الأساسي للأمن العام وآمن السياسي والأمن القومي وكل وحدة القيش والأمن الذي يتحافظ عن ممتلكات الدولة ومكاسبها وممتلكات المواطن وكذلك تكون رديف في تنفيذ أي مهام قتالية ميدانية على مستوى الحدود البرية والبحرية للمرة الثانية راح أبلغ قائد الشرطة العسكرية وأتمنى منكم جميعا ومن قيادة الشرطة العسكرية في المحافظة وكما أنا واثق كل الثقة بأن رجال الشرطة العسكرية هم حماوات الوطن يقارب أخوانهم في الأمن وأخوانهم في القيش وأنا واثق أن الأمور ستكون فيه لحق